خلينا طبعا بمنا كلنا متابعين اللي بيحصل في العالم في أزمة غزائية في العالم كله لكن في ظل وجود هذه الأزمة احنا عندنا الوضع الحمد لله مستقر ومش بس كده لا كمان بنصدر ومعدلات تصدرنا زادت المتجات الزراعية المصرية بتتصدر لأكتر من 150 دولة حول العالم في مقدماتها الدول العربية والأوروبية عشان كاسية الرئيس عبد الفتح سيسي وجه بتحقيق أقصى كفاءة انتجية واقتصادية ممكنة في القطاع الزراعي وتطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية وده لتحقيق قيمة مضافة وتنافسية عالية في الأسواق الخارجية في ظل طبعا زي ما قلت الحضراتكم الأزمة العالمية الموجودة دلوقتي خلونا نتكلم بتفصيل أكتر مع ضفنا الدكتور علي عبد المحسن مدير معهد الاقتصاد الزراعية دكتور صباح الخير يا فاند صباح فليا فاند بسيادك وسيادة مشاهدين يا أهلا بحضرتك عادينا نرى في البداية أهمية توجيهات سيادة الرئيس بتكامل جهود كل وخطط طبعا قطاعات العمل المشترك فيه قطاع الانتاج الزراعي طبعا يعني فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السياسي منذ عامين تقريبا يعني من عام 2020 أثناء افتتاحه منطقة الروبيك للجلود فخامته كان عنده حلم كبير أن احنا قال لك ليه يعني من وصلش بالصدرات المصرية بتاعتنا إلى 100 مليار دولار ومن هذا التوقيت وجميع أجهزة الدولة المختلفة ماشيين في هذا الاتجاه أن احنا نضاعف الصدرات المصرية بتاعتنا وطبعا فيه طبعا استراتيجية ورؤية مصر 20-30 من أحد أهداف الرئاسية بتاعتها أن هي مضاعفة الصدرات المصرية بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة إلى جميع الأسواق العالمية وطبعا ده بيأجي بقى نتيجة يعني المشروعات الكبرى الكبيرة اللي تمت في عهد السيد الرئيس في الفترة الأخيرة وكذلك يعني طب ايه المحاصيل يا فاندب اللي احنا بنصدرها خواسياتك طبعا احنا بنصدر يعني العديد من المحاصيل لكن يأتي على رأسهم طبعا محاصيل الموارح سواء كان بلتقال طازج يوسوفي جروب فروت وده اتوصلت يعني حجم الصدرات بتاعتها تخطى الواحد وتمانية من عشرة مليون طن العام الماضي وإحنا اعتبر اكبر دولة على مستوى العالم مصدرة للموالح وبالنافس اسبانيا وتخطينا المرح الحمد لله يعني بقينا في المركز الاول دلوقتي يأتي بعد ذلك ايضا محصول البطاطس بنصدر مني حالي ستمية وخمشة الف طن العام الماضي عندنا البصل الطازج عندنا العنب الطازج عندنا الفراولة الطازجة والفراولة المجمدة عندنا الرمان عندنا نباتات طبية وعطرية عندنا فصولية خضرة مجمدة فاحنا عندنا العديد من السلع يعني اللي احنا الزراعية راح نصدرها لخارج عظيم عندنا سلع وعندنا سلع منافسة كمان بالمناسبة زاد جود عالي عشان كده بنقدر ان احنا ننافس بها خارجيا ونصدرها لكن منظومة التصدير عاملة ازاي؟ تمام ما زي ما قلت سيادتك احنا طبعا فيه رؤية مصر 2030 فيه استراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة في مصر ايضا عشان ثلاثين احد الاهداف الرئاسية بتاعتها ان احنا نرفع الكدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الاسواق العالمية وفي الاسواق المحلية كمان وده انا عاكس زي ما قلت سيادتك على زيادة الصدرات فاحنا ماشيين في عدة اتجاهات احنا طبعا يعني عندنا نفوزات الزراعي واصلح الاراضي ادارة المجهزة للحجر الزراعي ده فيه مشروع كبير اسم مشروع تكويد المزارع المصرية اللي هي بتصدر للخارج فبنكودي المزارع وبنتابع المحصول منذ زراعته يعني زراعته وانتاجه حتى تصدره الخارج بحيث يطلع بأعلى جودة وانحق المواصفات العالمية ده اهميته ايه التكويد مواصياتك عشان اتابع المزرعة او المحصول منذ زراعته حتى تصدره الخارج بحيث لو قدر الله فيه اي حاجة نوصل للمزارع ده نعرف الحاجة دي جات منين وحاجات زي كده فده يعني احد احداث بتاع التكويد ايضا عندنا المعامل المركزية للمتبقيات المبديئات في المحاصيل وحاجات زي كده عندنا معاملين في المركز بحظة رعية بنعمل تحليل عيناتنا الصدرات قبل تصدرها وبالتالي عشان تضمنوا خلوها تماما من المتبقيات عشان نضمن خلوها من المتبقيات من المبديئات ونشوف تكون مطابقة المواصفات بتاع الاسواق العالمية لان كل سوق لهم المواصفات بتاعته وحنا في الفترة الاخيرة ايضا حضراتكم احنا يعني فتحنا من احد العوامل يعني زيادة النفسية للصدرات نحن نفتح الاسواق الجديدة نحن نحفظ على اسواق الحالية ونفتح اسواق الجديدة احنا في الفترة الاخيرة دي السنوات الاخيرة مصر فتحت بفضل الله سبحانه وتعالى يعني حوالي 38 سوق جديد امام الصدرات الزراعية من اهمهم سوق اليابان يعني نشوف السوق الياباني بقى متحفز بشكل كبير احنا عشان ناخذ السوق الياباني دي تفع حاجة كبيرة جدا واشهادة يعني في حق الصدرات الزراعية المصرية ان هي متابقة للمواصفات العالمية ايضا ايه اللي كان مطلوب طيب للسوق الياباني وحنا عملناها محاصيل اي يعني يعني احنا بنصدر لهم موالح بعض الخضروات فهم بلوم يعني مواصفات معينة كده في المنتج نفسه اه في المنتج نفسه حاجات زي كده فاحنا الحمدلله وفرناه هنا في جمهورية مصر عربية وقدمنا نخش السوق الياباني والسوق الصيني احنا زي ما ساتك قلت الوقت حتى بنصدر لحوالي 150 دولة وطبعا كل دولة لها المواصفات بتاعتها يعني مثلا على سبيل المثال محصول البطاطس الدول العربية مثلا بتحب اللي هي الحجم الكبير وحاجات زي كده اه الدول الاوروبية بتحب البطاطس الشيبسي اللي هي الحجم الصغير اللي تصلح في التحمير وحاجات زي كده فاحنا بنراعي الاسواق العالمية والازواق بتاعتهم والمواصفات اه بتاعتهم لكن ده مروش علاقة بجودة المنتج نفسه في الاحجام في حاجات بسيطة الجودة دي حاجة اساسي طبعا لكن طبعا زي ما قلت سيادتك يعني كل بقى دولة او توجه معين له مواصفات في الشكل بتاع المنتج لكن الجودة دي حاجة اساسية ايضا احنا بلدك ماشيين في تنوع الصدرات يعني احنا بنصدر في الاول صدرات تزجة بس لكن الوقت احنا بنصدر صدرات تزجة وصدرات مجمدة ومجفافة ايضا بنخش في الصدرات اللي هي المصنعة زي مثلا يعني بلدك الصلصة بتاع الطماطم المعجوم بتاع الطماطم البودر بتاع البرطقان والحاجات دي كلها ايضا بنندخل النباتات التبية والعطلية مش مكتفين بس بالخضر والفاجة زي نقدر نعزز الامن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية يعني هل ده بيتم مثلا من خلال دعم القدرة التنفسية للمنتجات محليا ودوليا بيتم ازاي هو طبعا موضوع الامن الغذائي طبعا موضوع امن قومي وخاصة في ظل الازمات المتتالية في الفترة الاخيرة احنا ستكشفنا من سنتين ازمة كورونا وبعد كده دخلنا في الازمة الروسية الاوكرانية بفضل الله سبحانه وتعالى ما فيش اي ازمة في جمهورية المصر العربية السلع كلها متوفرة وجودة عالية وعلى مدار العام وده نتيجة الجهود بتبزيل اجلس الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الزراعة وصلاح الاراضي احنا عندنا ماشيين في اتجاهين في الوزارة ان احنا نتوسع في زراعة هذه المحاصيل رأسيا وافقيا رأسيا ان احنا نزود الانتاجية من خلال الاصناف الجديدة من خلال ممارسات الزراعية الجيدة من خلال استخدام الميكان الحديثة اللي هي في اوقات الزراعة والحصاب بحيث نخفض الفاقد في المنتجات رأسيا في المشروع افقيا بقى في المشروعات القومية الكبرى اللي اطلقها فخامة الرئيس سواء في مشروع المليون ونصف مليون فدان مشروع الديلتة الجديدة تنمية ووسط شمال سيناء الوادي الجديد تشكة الخير فكل هذه المشروعات الزراعية المستهدف ان احنا نزرع فيها جزء كبير من المحاصيل الاستراتيجية وده ساهم ايضا عندنا كان فيه طويلة بلدك خطوة استباقية من فخامة السيد الرئيس قبل ازمة كورونا ان احنا نزود الساعات التخزينية هنا عندنا في مصر بس عندنا مخزون سراتيجي يكفى على الاقل ستة اشهر وعلى هذا الاساس تم التوسع في الصوامع بتاع تخزين الحبوب وتم تطوير الصوامع والمخازن القائمة فده نعكس على ساعات تخزينية كبيرة وانتاج محلي متوفر في مصر ويكفي بس ان احنا في العام الحالي في التوكيت الحال يعني بنحصر محصول القرح في الوقت الحالي يعني وصلنا الاجبر مساح على مستوى التاريخ تلاتة وستة من عشر مليون فدان متوقع ان شاء الله ان احنا ينتج اكتر من عشر مليون طن من القمح فموجودين في مصر باذن الله بالاضافة الى المخزون الموجود في الوقت الحالي اللي هيكفي عدة اشهر يبقى عندنا امن غزائي من القمح باذن الله حتى بداية العام القادم ان شاء الله اذا التوسع الافق يا دكتور ان احنا بنزرع في الاراضي الجديدة حاجات احنا محتاجينها لتحقيق الامن الغزائي الامن الغزائي وفي نفس الوقت المنتجات المطلوبة برا لتصدير مازبوك كده احنا زي مالة السيادة فيه جزء رئيسي المحاصيل الرئاسية الاستراتيجية اللي عنا فيها عايزين نرفع فيها نسبة الاكتفاء الزاتي وهدف اساسي ان احنا نزود الصدرات زي مالة السيادة فبنزرع في هذه الاراضي المحاصيل التصديرية وطبعا بتكون بقى عالية الجودة ومطابقة للمواصفات وتستخدم فيها افضل التكنيجيات الحديثة وايضا مشروعات الكبرى دي بنطبق فيها نظم الري الحديثة والتكنيجيات الحديثة فده بنعظم من العائد بتاع وحدة الارض ومياه الري وايضا بنوافط طلع منتجات يعني غزائية الصحية بشكل امن وكويس وده يعني المستهلك المصري هنا بيستفيد منها وبنصدرها الخارج فبنحافظ يهمنا ايضا نحن نحافظ على المواطن المصري وايضا هذه المشروعات مش مشروعات زراعية بس ده مشروعات زراعية صناعية خدمية متكاملة بنا يتم فيها تصنيع هذه المنتجات بدلا ما صدر المواد طازجة الى الخارج لأنا بصنعها هنا بضيف ليها كمية مضافة بشغل عمالة بدلا ما صدر مثلا كيلو القطن بتضرين ولا تتضر لأنا صدروا في صورة منسجات وصورة ملابس جاهزة الكيلو يعمل له ألف أسعار كبيرة جدا وحاجات زي كده فده أهمية المشروعات الكبرى يعني السيد رئيس قال جملة كده منذ تولير رئيسة هي من لا يملك قوت يومه ولا يملك حرية قراره وكان فيه يعني إصرار من القاعدة السياسية على أننا نبقى سابقين بخطوة استراتيجية سابقة وقتها وهي أن احنا نقطر من إنتاج الأمح بالذات توسعنا في محافظات كتيرة جدا دلتك جديدة والقديمة وتوشكة ووي 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 عشان نقدر نحافظ على الأمن الغذائي ومش بس أن احنا نقل الاستراد نلأ كمان أن احنا على عشرين وخمسة وعشرين نبقى خلاص عملنا اكتفاء ذاتي شايف إزاي المشروع قومي للصوامع إزاي قدر أنه يدعم قدرة الدولة على تعزيز السعة الاستراتيجية والتخزينية كمان للأمح تماما هو يعني منذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح سيساة 2014 كانت الساعة التخزينية للصوامع في مصر حوالي 1.4 مليونتن تم التوسع في هذه الساعات وإنشاء الصوامع الجديدة احنا وصلنا الحمد لله في الوقت الحالي لعناها ساعة التخزينية في جمهة مصر عربية حوالي 5.5 مليونتن يعني الساعة التخزينية تضعفت حوالي 4 مرات في الفترة الأخيرة وده ساعدنا أن احنا ما نتعرضش لأي هزات في الأسواق العالمية معندنا مخزون كبير في هذه الصوامع والجزء المهم فيها نخفض الفاقد اللي كان بيتم أثناء التخزين يعني الصوامع هذه مشروع طرابية العصفير والطراب والقطط والحاجات دي كلها بنفقد جزء كبير جدا من محصول قمح والمحصول مخزنة في هذه الصوامع لكن من أهمية الصوامع معندها ساعات تخزينية يعني أأمن المخزون استراتيجي ونحاة التانية أن أنا أخفض الفاقد عظيم تفضل في النمكان وإن شاء الله في المستقبل بقى يعني هتفيدنا جدا بقى بشكل كبير أن إحنا يعني الدنيا تهدى كده والأزمر وسادية تنتهي إن شاء الله تعالى بإذن الله يعني نخزن الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية في الأوقات اللي تكون فيها الأسعار العالمية منخافضة بحيث نحنا نستفيد من الصامع بتاعتنا حاليا زي كده لكن إحنا في الظروف الحالية ديت يعني كزي جميع الدول العالم وطلقنا نحن يعني نستخدم الأسعار اللي هي المرتفعة على مستقبل الحال عظيم وحضرتك بتتكلم عن زراعة الأمح دلوقتي تحديدا وبتتكلم على النظم الحديثة في الري وكمان النظم الحديثة في الزراع يعني الأمح بيزرع دلوقتي بنظام المساطب نظام المساطب بنقل البزور اللي بنستخدمها دي حاجة وبنقل المية وبنقل الأسمدة وفي النهاية انتجية عالية بنزود انتجية كلام سيادتك مزبوط وطبعا نحن متجهين يعني في الوقت الحالي لتحديث الزراعة المصرية نحن سيادتك بردك عشان نعظم وفقا لتوجهات فخامة الرئيس نحن نعظم العائد من كل قطرة مياه ونرفع كفاءة استخدام الموارد ففي مشروع قامي وفقا لتوجهات فخامة الرئيس اللي هو التحول من نظم الرأي بالغمر لنظم الرأي بالراش والتنقيط وده الدولة رصدى ليه دلوقتي حوالي ستين مليار جنيه مصري وده يكون بدون فوائد يعني هندي كروض للسادة المزارعين على عشر سنوات بدون فوائد والمبلغ مش كبير تقريبا الفدان تقريبا كان سبعة تلاف حاجة كده يعني هو بقى في الظل الأسعار العالمية حاجة كده ممكن يكون مصر بوصة لعشرين ألف ولا حاجة لكن هذا المشروع برضك من طبع من السادة المزارعين والسادة المشاهدين أنه بيزود الانتاجية بحوالي حد قدنا كده 25% أو 30% بيخفض استهلاك الأسمدة وبنمى الحقول الإرشادية عشان يكونوا فاهمين برضو وشايفين الكلام ده على الأرض أه طبعا فيه احنا بدأنا في هذا المشروع وشغالين فيه بقى لنا عدة أشهر في وزارة الصلاح والصلاح الأراضي وبالتعاون مع وزارة الموالد المائية والرأي وطبعا بيبقى فيه حقول إرشادية قريبة مثلا المزارعين وخاصة في المناطق الدينة الأقديمة يشوفوا بعنيهم هذه المشروع هوا كيفية تطبيقه إزاي أن أنا أحقق منه أكبر عوائد ممكنة وأنا من العائد بتاع هذا المشروع ممكن خلال سنتين أو تالس سنة بالكتير أسد قيمة التكلفة اللي أنا دفعتها يعني أهمية الصدرات بقى في النهية بتعود إيجابيا على ناتج القومي بالتالي بتعود إيجابيا على المواطن تمام وهنا زمولت سيادتك عشان أزود الصدرات بتاعتي إلى الخارج طبعا بجيب عملة صعبة اللي باستخدمها بقى في تمويل الوردات في تمويل مستلزمات الإنتاج في تمويل عملات التنمية المختلفة أيضا مشروعات التصديريات أنا ما أجل صدر منتج معين بيمر بعدة مراحل معينة يعني تجهيز وتعبئة وتغليف والحياة اللي كلها فطبعا بشغل عمالة في هذه المشروعات بشغل الشركات والمصانع اللي شغلة بقى في مواد التعبئة في مواد التعليق التغليف بشغل وسائل النقل المختلفة فكل ده بينعاكس على زيادة الصدرات وبينعاكس على حصيلة الصدرات من الخارج بالنقد الأجنبي باستخدمها في تمويل الوردات وتفيد مستلزمات الإنتاج وطبعا بيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي إذن هي خطة دكتور الدولة ماشي عليها في التوسع الرأسي والأفقي في زراعة المحاصيل المهمة والمحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل المطلوبة للتصدير مع مراعاة الجودة في كل منتج والشروط المطلوبة من كل دولة عشان كده بنتوسع كمان ونفتح أسواق تصديرية جديدة مزهولة ساعتك فنفتح أسواق تصديرية جديدة ونضيف منتجات جديدة يعني سواء كان بقى يعني كنا ماشيين في المجمد بس خد طازج بس بقى في مجمد وفي مصنع وفي نباتات طبية وعطلية في الظهور في نباتات زينة الحاجات دي كلها عالية بحسب ما بنشوف الحاجة المطلوبة بره بالزبط كده والحاجات اللي عالية القيمة ناهميني صدر الحاجات بره اللي هي عالية القيمة وقليلة احتاجات الماء هنا في مصر يعني احنا كنا بنصدر في السابق أرز دي ما صدرسوا أرز استيلاك مائك كبيرة ما صدرش المحاصيل اللي هي شرهة للبيئة احنا بتوسع في زراعة المحاصيل اللي هي قليلة احتاجات المائية وتصدرها لخارج اذا ما قلتوا حضراتكم ويعني بنسع ان احنا نصدرها في صورة مصنعة بحيث زودي كمه مضافة وشغل اعمال عندنا في مصر احنا النهاردة بنصدر لـ 150 دولة ان شاء الله هنتصدر كمان مش بس في العدد الدول كمان دول أكتر وجودة أحسن وهنبقى يعني أحسن وأحسن نشكرا كل شكرا لك الدكتور علي عبد المحسن مدير معهد الاقتصاد الزراعي على وجودك معناه ومعلومتك القيمة أكيد شكرا لك شكرا لك